اهلا بكم من جديد فتحت السلطات التونسية تحقيقا حول ملابسات دخول متهم في قضايا إرهابية إلى مطار قرطاج قادما من تركيا دون توقيفه من قبل السلطات الأمنية السلطات التونسية أقالت كذلك خمسة مسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية على خلفية السماح بدخول الإرهابي وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات أصابع الاتهام تتجه في هذا الملف إلى قيادات بوزارة الداخلية خصوصا أن بعض التقارير تحدثت عن أن السلطات التونسية كانت تعلم مسبقا بترحيل الإرهابي الذي عاد على متن القطوط التركية ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس بإسطنبول إرهابي تونسي قد ست سنوات في السجون التركية بطهام إرهابية منطق الأمور يستدعي ترحيله إلى تونس لكن الإرهابي ينزل في مطار تونس قرطأج الدولي من دون الإجراءات المعمول بها ومن دون جواز سفر ليتم القبض عليه داخل التراب التونسي رئيس لجنة مكفحة الفساد في البرلمان يقول أن جهات أمنية نافذة عبدت الطريق أمام الإرهابي وزير الداخلية يقيل خمسة ضباط المسلفين على المطار والرأي العام يبارك الخطوة المطوب كل من ارتكب خطأ أن يتحمل مسؤوليته والمسؤولية هنا تكون بالإقالة أو حتى بالاستقالة التلقائية في بعض الأحيان خطوة يمكن اعتبارها ناجحة لأنها ستكون درس يتعذ منه بقية المسؤولين المباشرين حاليا في مثل هذه المسائل الخطيرة التي لا يجوز التلعب معها بأي حال من الأحوال ليس من المطار وحده من يتحمل المسؤولية اتهامات من هنا وهناك للسفارة التونسية بتركيا بالتقصير الحادث خطير دون جدال ومحاسبة كل الأطراف المعنية ضروري كما يرى مراقبون وبالتالي سواء كانت تقصير من السفارة في تركيا أو من الأجهزة الأمنية في المطار فإنه في المحاسبة تقصير من أجهزة الدولة التي يبدو أنها فعلا تشكو من بعض الخروقات لا زالت تشكو من هذه الخروقات التي أثقلت كهلها طويلا في السنوات الأخيرة تركيا مجددا تتسبب في قلاقر للأمن الداخلي التونسي بحسب متابعين فلياردوغان سوابق وماض في زعزعة استقرار بعض من دول الوطن العربي كان يتهمه معارضوه ولعل تسريب مئات المرتزقة والميليشيات من سوريا عبر الأراضي التركية إلى ليبيا ومن جر عنه من دمار يدق نقوس الخطر في تونس جارت ليبيا اختراق أمني خطير في مطار تونس قرتاج فيقالة لكبار الضباط المشرفين على أمن المطار الشارع يبارك لكنه يطالب بضرورة حيادية المؤسسة الأمنية فهي المشرف الأول على الأمن القومي للتونسيين بلا المبروكة الغد تونس ومن تونس ينضم إلينا العميد خليفة الشيباني العميد بالحرس الوطني والناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية سيادة العميد بالتأكيد تساؤلات عدة يطرح هذا الاختراق الأمني أو هذه الثغراء الأمنية كيف تقرأ ذلك وتفسيرك لهذه الحالة الفريدة لا هو بداية ساعة مساء الخير ليكم كافة مشاهدي قناة الغد هو ساعة خل من حولوش هالمناسبة هذه عندنا أطراف سياسية ديما تتحول في هالمناسبات إلى شيطانة المؤسسة الأمني خلينا نقوله أن الخطأ هذا خطأ هو خطأ فادع ويتداخل فيه ما هو معناها متعلق بالسفارة في تركيا أو ما هو موجود لنا لكن استغلالها من طرف البعض لشيطانة المؤسسة الأمنية اللي كانت هي والمؤسسة العسكرية هي اللي معناها منعت تونس من الانزلاق في فترات من الفترات في حروب أهلية هذا يزاد أنك تشيطانها ما يتمش الخطأ تم والدليل على أنه الخطأ تم هو أعفاء قيادات أمنية تقريباً المسؤولين الأمنيين الكل معناها من المسؤول الأول إلى المسؤولين الآخرين في مطار تونس قرطائج تم أعفاءهم النيابة العمومية في تونس تحركت وفتحت تحقيقاً لتحديد المسؤوليات وهناك متابعات إدارية ومتابعات عدلية بالتالي استغلال بعض الأطراف السياسية لتونس فهذه المناسبة كما استغلتها سابقاً لشيطانة المؤسسة الأمنية معناها هذا توجه خاطر العملية هي كما تمت أحنا توبش نفسروا العملية كيفما تمت فيها العديد من الهنات والعديد من الأخطاء المفروض أن السيد هذا يأتي على متن طائرة تونسية المفروض في عمليات تسليم المطلوبين أمنياً بالخطورة هذه يتم معناها ترحيله عن طريق طائرة تركية لكن الإرهاب هذا قضى ست سنوات في تركيا بتهمة إرهابية وكان معناها منتمي إلى تنظيمات إرهابية في سوريا معناها تسلم جواز مرور من السلطات الدبلوماسية التونسية في تركيا كان من المفروض أن وزارة الخارجية المعمول به معناها في هذه المواقف أنها تعلم وزارة الداخلية وبالتالي يتم التنسيق بينها وبين السلطة الأمنية هنا في تونس فاعتقادي هناك خلل موجود في التنسيق بين السفارة التونسية في تركيا والسلطات التركية من ناحية وعند الوصول هناك زد العديد من الإجراءات كان من المفروض معناها في وجود الطائرة التركية أن السلطة الأمنية التونسية هي التي تصعد إلى الطائرة التركية وتتسلم هذا الإرهابي فاعتقادي حسب المعلومات التي عندي أنا هنا لا أتكلم بصفة رسمية أن هذا لم يتم تم تسليم معناها الجواز السفر إلى هذا الإرهابي والذي معناها هو إنسان مورط في قضية حق عام يتم طرده من الخارج يأتي معناها بالأغلال بالأصفاد معناها لا يأتي هكذا ثم يتم تسليمه إلى الأمن التونسي على متن الطائرة هذا الإجراءات المعمول بها سابقا فاعتقادي أنه معناها بمجرد وصوله إلى تونس نزل نزول العاديين وكان معناها نزوله في تلك الفترة تزامن مع وجود فود سياحية وتحديد الروسية في تلك الفترة وتم الخطأ أنا هنا أفسر الأحداث مثل ما كانوا باعتبار أن السفارة التونسية الموجودة في تركيا كانت تنسق مع وزارة الخارجية التي تعلم وزارة الداخلية ثم أن الناقلة التركية كان معناها عليها أن تلتزل بإجراءات التنسيق مع طرف الأمن التونسي كل هذه الملابسات هناك أيضا جزئية لا يمكن إغفالها أنه دخل بدون جواز سفر وهذه أيضا شيء غريب لا هو ليس له جواز سفر في هذه الحالات من يتم طردهم يتسلمون جواز مرور يتسلمون جواز مرور يتسلمون جواز مرور المفارقة أن جواز المرور ليس جواز سفر هو تسمى لسيباسي معناه ورقة تسلم له من سفارة تونس في تركيا هي التي سلمته هذا الجواز كان من المفروض على السفارة أن تتولى أعلام وزارة الخارجية في تونس ووزارة الداخلية هذا جانب في الجانب الآخر كان على السلطة التركية التي قامت بترحيل هذا الإرهابي علامة طائرتها أن تتولى بمجرد دخولها إلى التراب التونسي والأجواء التونسية أن تنسق مع السلطة الأمنية التونسية لتسليمها هذا الإرهابي إذن سيارة العامية يعني هناك تسهيل دعنا نسميها تسهيل لدخول هذا الإرهابي إلى الأراضي التونسية دون أن تتبع معه الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات أصابع الإتهم هنا إلى أي جهة تشير يعني حضرتك أشرت إلى أن هناك أطراف سياسية تشيطن المؤسسة لا أنا لا أريد أن أستبق الأحداث أنا لا أريد أن أستبق التحقيقات والأحداث لأن النياب العومية فتحت قتلك فيها ما هو سياسي وفيها ما هو أمني الخطأ موجود ولكن زاد هناك أخطاء معناها انطلقت من انطلاق من الأراضي التركية هذا لا يجب أن ننكره ولكن التحقيقات ستبين لنا ما هو موجود حاجة أخرى زاد وهامة جدا هي التجذبات السياسية التي موجودة على وزارة الداخلية في تونس منذ 2011 أنا في اعتقادي أن الأسلم لتونس أن هذه الوزارة تبتعد عن التجذبات السياسية وتبتعد عن مراهنة الأحزاب عليها وتبتعد عن محاولة استمالة بعض الأحزاب لقيادات أمنية لكي يبقى دور وزارة الداخلية دور تقني تقوم به لحماية الشعب التونسي سواء من التهديدات الداخلية والتهديدات الخارجية طيب الحديث هنا عن أطراف سياسية أو تسيس المسألة من أجل شيطانة الأجهزة الأمنية ربما يشير إلى أن هذه الحادثة ربما تكون متعمدة من أجل إحراج وزارة الداخلية التونسية تتفق مع هذا الطرح؟ لا هو مش من أجل إحراجها هو في اعتقادي أنه غير طبيعي في تونس اليوم بهذه الكم من التحديات الأمنية أنه لا يوجد وزارة الداخلية في إطار مناكفة سياسية هو لا يمكن هناك أشياء لا يمكن أن تحدث تونس مهدم عن البعد الأمني والبعد الصحي نجد وزير صحة كان من الممكن أن يتم إبعاده ويبقى بصورة وقتية ثم أن وزارة الداخلية تدار بدون وزير داخلية كلنا نعلم أن رئيس الحكومة هو الذي يتولى مهام وزارة الداخلية اليوم مطلوب من أن وزارة الداخلية يقنن لها حتى في التعيينات وفي الترقيات بصورة قانونية أن تبتعد عن التجاذبات السياسية آخرها التجاذبات السياسية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هل أن القوات الحاملة للسلاح تتبع كلها رئيس الجمهورية أم أن رئيس الجمهورية تتبعه إلى القوات العسكرية هناك تجاذبات من 2011 التونسيون جميعا يعرفون أن وزارة الداخلية كانت محل بين ظفرين أطماع العديد من الأحزاب للاستيلاء عليها وتعيين قيادات موالية لها المطلوب اليوم لبناء أمن جمهوري وتحديد المسؤوليات ووضع المسؤولين في مناصبهم أن كل الأطراف السياسية من مصلحة تونس أن هذه الوزارة تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية نعم طيب فيما يتعلق بالسفارة التونسية في اسطنبول يعني يبدو أنها كانت على علم بهذا الأمر هل تطالها التحقيقات أيضا؟ أنا في اعتقادي التحقيق ينطلق من تركيا وينتهي في تونس لأن السيد هذا خرج من المطار بطريقة عادية وتم القبض عليه من طرف دورية أمنية لأن الموضوع قلت إلى المراحل هي تنطلق من سلمه جواز المرور ثم أن المطلوب جواز المرور من السلطة معناها السفارة التونسية الموجودة في تركيا أن تتولى وجوباً أعلام وزارة الخارجية التابعة لها ووزارة الخارجية في هذه الحالات تعلم وزارة الداخلية ثم أن الناقلة التركية يتم أعلامها معناها متى ستصل إلى تونس ويكون هذا الإرهابي معناها الذي هو محل متابع في قضايا إرهابية ومحل تفتيش من النيابة العمومية زادة في تونس ومحل متابعة من طرف القطب المانعات لتونس لمكافحة الإرهاب أن يتم هناك العديد من الإجراءات التي تتم في هذه المناسبة بعد أن يتم تسلمه هناك كف تفتيش هناك أعلام للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب هناك أعلام للنيابة العمومية هناك أعلام لوزارة الخارجية هناك العديد من الإجراءات حتى تونسيين يتم ترحيلهم في قضايا آمن عام بسيطة هناك إجراءات ويتم معناها معاملتهم معاملة خاصة ليس ككل المسافرين باعتبار أنهم متابعين قضائيا نهيك عن إرهاب ويعتبر موصلنا في خطير جدا كيف ترى الخطوات القادمة في خطة الدولة لتصدي للعمليات الإرهابية والاختراقات أو وجود خلايا نائمة أو ما شابه لأن ربما التحقيقات تسفر عن ذلك لا هو رهو في البداية هذا الموضوع يشير إلى عودة الإرهابين بالخارج على كيفية التعامل معهم الآن الأوضاع في ليبيا في العديد من المرتزقة هناك تهديدات في دول الساحل والصحراء التي تعتبر قريبة جغرافيا من تونس هناك زادت حتى المنظومة الأمنية في مطار تونس قرطاش في حاجة إلى مراجعات الأمور ليس إخلال أمني بمفهوم بشري فقط لأن الدولة زادت تحركت في هذا الواحد وقامت بأعفاء العديد من القيادات لكن في اعتقادي أن المنظومة الأمنية شأنها كافة المنظومات الأخرى في حاجة إلى العديد من الإصلاحات وفي حاجة إلى العديد من المراجعات رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها من 2018 إلى اليوم لكن هذا لا ينفي أنها في حاجة إلى العديد من الإصلاحات والمراجعات شأنها شأن العديد من الميدين في تونس الميدين التعليمي والميدان الصحي والعديد من الميدين الأخرى في حاجة إلى الصحات ولكن في اعتقادي أن الطبقة السياسية في تونس لديها اهتمامات أخرى وليس هذه اهتماماتها المتعلقة بأمن التونسيين وبسلامتهم وبصحتهم وخاصة بجانبهم الاجتماعي والاقتصادي إذن من تونس العميد دخليفة الشيباني العميد بالحرس الوطني والناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية شكرا جزيلا لك حصتنا المغاربية متواصلة وفيها بعض الفاصل افتتاح مكتب أممي لمكافحة الإرهاب في المغرب فهل يحد ذلك من تنامي الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء؟ اشتركوا في القناة